بسم الله و السلام على الرسول الله و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة اليوم وصفة رائعة و هاي لا يعني كما تعرفوا ما نبغيش نجيب نان بورتكوه نبغي نجيب لكم دايمن حاجة بنينا وغيما بنينا وتستاهل يعني تكون في قناتي أنا جبت لكم دنجال فرسي بالفروماج يعني روعة روعة يجمع بنا كل شي مام زيت معي بطاطا فرسي يعني لامم ديمارش لامم ميتود وستي انقو امبكابل هادي وصفة يعني كان بزاف اللي ممكن يعرفوا يعرفوا شوية طريقة تاحا ما غيرتها شوية طو سمبلمن بسكو حنا يا من بكري ناكلوها عند الوهيدة تاعي يعني من بكري ديرها لنا بالبرانية يعني رائعة جدا أنا اكمبانيتها معالا السوس بولونياز ناكلوها ملح حرار كي طابولي وليزي بيستا على الاصص نورمال وكي طابولي زيت لهم الكفتة دنجال تاعي نقطع دوائر والبطاطا كذلك نقطع دوائر ناكلوها ملح حرار ناكلوها ملح حرار وشوية تحكمون برق غير شوية برق خلطهم لحمليح وستفتهم دنزان بابير كويسان وندخلهم الكوشة بخشوفة يعني الدنجال تاعنا نتومة وصا ديبون لإبيسر اللي درتوها أنا طابلي واحد تخونة مينوت لكل مفتة ودخلوها الكوشة نعتبوا بمالتحت والدنجال شد لها مخصص ساعة الى 30 مينوت والبطاطا تشد لها قريب 50 مينوت كما نعرف البطاطا تشد شد ديرو انتوما قضبو كل دو بير يعني كل زوج ديروهم مع بعض يعني كونو متناسقين يعني متوالمين يعني متوالمين علاغو لاقوهم كما الدنجال يعني فارسيتها بالقودة هنا ما كش عاني بزاف قودة دونك واحد الويميل مشي بزاف كفاتني البطاطا درتها بالفروماج تقدو مع الدنجال ديرو غودة وفروماج ديرو غودة وفروماج ديرو غودة وفروماج دونك نتوما هنا لي بريدير كوممبر لي بريدير كواك سواء الحاجة الشابة في هدل الوصفة لا يوجد بزاف الزيت يعني هاي لا وكما نعرف بلي الدنجال تشعلي شرب زيت يعني بزاف بزاف و سي ميشان لها من المتال و سي ميشان لها من المتال لها من المتال اخر موضة صحي أكثر نفوتوهم في الفرينة و بعد البيض و بعد الشابلوغ و نقلوهم في الزيت و ندوهم البابي كويسان لها من المتال لها من المتال هذا كل البيض انا درت له شوية ملح و شوية حرور بكري كنا نديرو غير كما هكا يعني الباطاطة مع باطاطة في وصفة فرماج فوتوهم في البيض و نقلوهم ديركت ما الباطاطة كان كنا نديروها مقلية ما يدرك انا بخير ديفيتي هدو زيوتات بزاف يعني انيسي لماكسيموم ما يدركوا هدوها ديركت في الكوشة بالصحة تحرشتكم شوية بسام تحرشت ريئة بزاف نتونا كن فووولي نقلوهم كامل نقلوهم و نديروهم اوبليجي دونزين بابي كويسان باش يعني هذا الزيت هذا القليل اللي تشرب و هي انتوليكة ما تشرب شبه زيت بشكل بيض من هادي كل بيض هدو قاع عوازي لكن نقولو احنا ما يخلوش الدنجل تاعنا ما تخرج وصفة ناشفة لازم تاكمبانيوها كما قلت لكم ان انا درتها بلصص بولونياز ستخرج هبال 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 يعني او ما تبدله شوية يجو عندكم ضياف او مم سي لولادكم ما يبغوش الدنجل دونك ما جي قايحسوا بيه خرج هاي يعني مذاق القودة مع الدنجل رائع جدا يعني انا صراحة عجبني و انتراء من انا صراحة من انا صراحة و لان انا صراحة و لا تنسوا الاشتراك او لايك و تعليق شباب ان شاء الله السلام عليكم شكرا